اجزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءة تركيا هذه الليلة سوف نناقش مستقبل عالم الإسلامي مع مجموعة من المفكرين الذين يهتمون بشأن العالم الإسلامي هذه الليلة معنا ضيوف كرام الذين يهتمون بقضايا الإسلامية بشكل كبير معنا في هذه الحلقة أستاذ راشد قنوشي مفكر إسلامي ورئيس حركة الناحضة اهلا وسهلا استاذ مرحبا دكتور عمر ومعنا أستاذ تأمان درالو مفكر إسلامي وأستاذ الفلسفة في جامعة إسطنبول اهلا وسهلا ومعنا أستاذ يوسف قطلان رئيس مركز الدراسات الهضارية في جامعة صباح الدنزائم أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين أستاذ راشد الغنوشي غني عن التاريخ هو معروف في العالم الإسلامي كمفكر ورجل السياسي الذي قضى أمره سنوات طويلة في المنفى لظروف سياسية معروفة لدينا هذه الليلة سوف نبحث عن حلول وعن المشاكل الموجودة في المنطقة العربية والإسلامية معه ربما نحتاج إلى إرشاداته ربما نحتاج إلى توجيهاته في قضايا كثيرة لأنه من تونس وتونس دولة وحيدة الذي لم يتحول بعد ربيع العربي إلى بلد بدون استقرار إذن أبدأ أولا مع أستاذ راشد الغنوشي أستاذ راشد كيف تقرأ عالم الإسلام ما الذي يجري في العالم الإسلامي هذه الأيام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحييك خمر وحيي عبرك جمهور مستمع هذه القناة الواعدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسب أن العالم الإسلامي في حالة انتقال من طور إلى طور جديد العالم الإسلامي هو جزء من العالم والعالم العربي جزء من العالم الإسلامي وربما هو قلب العالم الإسلامي في العالم منذ قرنين تجري عملية دمقراطة انتقال الحكم من حكم أفراد وعائلات إلى حكم شعوب هذه العملية تجولت من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا وهي اليوم تبدأ مسارها في العالم العربي وبدأت في العالم الإسلامي نحسب إذن أن عملية انتقال الحكم من حكم الفرد من الدكتاتور والعائلة التي تتحكم في المال وتتحكم في السلطة وتتحكم في مصائر الشعوب الانتقال من هذا الطور إلى طور حكم الشعوب حكم الديمقراطية بالمصطلح الإسلامي حكم الشورى هذه الانتقالة التي بدأت تجري والتي أخذت تأخذ طريقها اليوم في العالم الإسلامي بسرعات مختلفة من بلد إلى بلد آخر زرعت روحا جديدة العالم الإسلامي اليوم بصدد أن ينتقل أن يلتحق بالعالم تأخر في سير العالم مصلحون منذ القرن التاسع عشر مع جمال الدين الفاني ومع عبده ومع غير من المفكرين كان سؤال النهضة كان سؤال حول النهضة كيف ننهض وهذا السؤال هو لماذا تقدم الآخرون لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم هذا هو السؤال الرئيسي الجواب هو الاستبداد العالم الإسلامي تأخر بسبب حكم الاستبداد والتقدم إنما يكون بالقضاء على الحكم المطلق والانتقال إلى حكم الشورى إلى حكم الديمقراطية حتى تصبح الشعوب تملكوا مصايرها بيدها مفكرون مثل خير الدين التونسي في القرن التاسع عشر حاول في كتابه أقوم المسالك والملاحظ هنا أن خير الدين التونسي عندما فشل مشروعه في تونس انتقل إلى الأستان انتقل إلى تركيا وأصبح الحاجب أصبح الصدر الأعظم بمعنى رئيس الوزراء حيث نحن أعطيناكم رئيس الوزراء نعم نحن نقدر ذلك يوم من الأيام خير الدين في كتابه أكد أننا ينبغي أن ننتقل من الحكم المطلق إلى حكم القانون إلى دولة القانون وبالتالي فهذا هو العلة وضع يده على وضع أصبعه على الداء المتمثل في حكم الإطلاق الحكم الدكتاتوري واندعا إلى حكم يصبح فيه تصبح فيه السلطة للقانون وليس للشخص منذ القرن التاسع عشر والعالم الإسلامي إذن يتخبط ويحاول أن يجد طريقه نحو الديمقراطية الملاحظ بأن بأن الشعوب الأخرى وجدت الدعم مثلا أوروبا الشرقية من أجل الانتقال من الشعية من الحكم المطلق إلى الديمقراطية وجدت الدعم من العالم الغربي من الديمقراطية الغربية بينما العالم الإسلامي في كثير من الأحيان الدكتاتوريات هي التي وجدت الدعم من الغرب وهذا هو الذي صعب طريق العالم الإسلامي نحو الديمقراطية تركيا نفسها تعرضت لانقلابات كثيرة تعرض من أجل أن تصل إلى الديمقراطية وبقية العالم الإسلامي اليوم هو بطريقه إلى الديمقراطية وخاصة ثورات الربيع العربي مثلت في العالم العربي بداية تاريخ جديد في العالم العربي أن العالم العربي بدأ يلتحق بالعالم بدأ يدخل التاريخ لأننا نحن بقينا خارج التاريخ بسبب الدكتاتورية الآن نحن ندخل شعوبنا تدخل التاريخ تلتحق بالعالم جزءا من العالم من خلال معركتها ضد الدكتاتورية وسعيها نحو حكم ديمقراطية وهذا الحكم الديمقراطي يرتبط بالإسلام لأن الإسلام واليوم هناك معركة حول الإسلام هناك تأويل للإسلام يجعله حليفا للديكتاتورية وتأويل آخر للإسلام يجعل الحرية هي الأصل وهي أساس الحكم وأن الحكم إنما هو للشعوب ولا بد من احترام حقوق الإنسان وقيم المساواة والعدالة والحرية هناك معركة تجري حول تأويل الإسلام بين تأويل يجعل الإسلام قرينا للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وبين تأويل الإسلام يجعله يبرر نوعا من الدكتاتورية باسم الدين نعم شكرا شكرا أستاذ تأويل أنت مفكر نعتبركم مفكر إسلامي وأيضا فلسوف عند بعض الناس لكنك تهتم بالعالم الإسلامي وتتابع ما يجري في المنطقة العربية والإسلامية كيف تجد العالم الأراضي والإسلامي هذه الأيام أنا أعتقد أن الوضع صعب جدا لأن الإسلام يحتل مكانا مختلفا جدا عن الأفكار الأخرى أولا هو اسم لحضارة إضافة إلى كونه دينا فإن الإسلام حضارة ومدنية وهذه الحضارة ربما تقريبا منذ سيدة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بالتقويم الميلادي ربما في القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين استمرت هذه الحضارة كانت حيوية كانت حية أما في القرن العشرين فإنها كحضارة إسلامية التي كانت مسيطرة على كل العالم وكأنها تراجعت أو خبى نورها وهذا ما أذكره أنا هنا هو أن تغط هنا الحضارة الإنجليزية اليهودية بتعبيري أنا صعب أو خطأ أن نقول الغرب لأنه في أوروبا هناك حضارات مختلفة تناوبت على التواجد في القرن الأوروبية وهذه كلها من كتب عنوينها أو فرمانها هو ما أذكره كحضارة إنجليزية يهودية سقوط أو تراجع أو اختفاء الحضارة الإسلامية عن الساحة تزامن مع سقوط الدولة العثمانية كانت حاملة لواء هذه الحضارة الإسلامية في خلفية ذلك خلف سقوط الدولة العثمانية ومنذ ذلك الحين وحتى نرى اليوم ما نقارن به من مشاكل نرى اليوم في العالم الإسلامي فكما ذكر أستاذ راشد قبل قليل العالم العربي الذي ينبض فيه قلب العالم الإسلامي هذا العالم العربي تتحكم به الحضارة الإنجليزية اليهودية كما تريد وفق أرهوائها وفق رغباتها وفق مصالحها من الناحية الفيزيائية أو المدانية وأيضا من الناحية الروحية المعنوية عندما أتكلم عن البعد المادي فأتكلم عن حدود الجغرافية وضعت حدود لم تكن موجودة قبل ذلك اليوم كل ما هو موجود أنا أتكلم عن غرب آسيا ولا أقول الشرق الأوسط لساني لا يطولني بأن أقول الشرق الأوسط عندما تنظر من لندن فأنه تصبح الشرق الأوسط ولكن بالنسبة للشخص يعيش في إسطنبول وكأنها مزحة نقول شرق الأوسط نحن نتكلم عن حدود صنعة في هذا العالم العربي وإذا كان التعبير جائزا فأنا أقول أنه شيء منحرف الآن هذه الحدود بين سوريا والعراق ما هذا الذي يفصل أو يجعل هذين البلدين مختلفين عن بعضهم البعض لا هذان البلدان نفس البلد الأردن أيضا ولم يكن هناك دولة اسمها الأردن حتى تأتي من اسم نهر معين وأيضا الأطراف الأخرى بنفس الطريقة اليوم عندما تكلم عن تونس والجزائر واليبيا كيف يمكن أن نفرق بينها كيف يمكن أن نفصل بينها بناء على ماذا؟ على أي معايير؟ كلها لها علاقة بفلسفات ومصالح الاستعمار الغربي وكنتيجة له هذا الذي فعل أو نفذ في عشرينات القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمي هذه البذور نحن نرى اليوم ثمارها السيئة نحصد ثمارها السيئة كل هذه الاترابات الكبيرة سببه يعود إلى تلك الفترة نحن الآن نكابد هذه المشاكل ولكن من سبب هذه المشاكل الانجليز كان يجب عليهم أن ياتوا ويحلوا هذه المشاكل هم الذين خربوا كل هذه البلاد وأفسدوا البلاد ليس فقط نحن ولكن أفسدوا كل العالم برأيي ولكن نحن هنا باعتبار أننا نعيش في هذه المنطقة نتكلم عن هذه المنطقة نحن هنا مرة أخرى جب علينا أن نفكر مرة أخرى كيف يمكن لهذه الحضارة أن تعود لتقف على قدميها هذه الحضارة كيف تمكن أن تتحدى الحضارات الأخرى نحن الآن نحسب هذه الحسابات نفكر هذا التفكير أنا باختلاف عن الآخرين ليس لدي اهتمام بموضوع الديمقراطية هنا هذا شيء فرض علينا من الغرب شيء جيد أم سيء لهذه النقاش آخر ولكن ما يجب علينا نحن أن نهتم به هو ما هو نظامنا السياسي هذا هو الذي يجب علينا أن نثبته وليس ما فرض علينا ما بث لنا من أفكار ونظم سياسية يجب علينا أن نعرف من نحن ما نحن وما الذي يناسبنا من نظم سياسية يجب علينا أن نفكر بهذه الطريقة بقناعة الشخصية أستاذ يوسف كيف تجد أنت أيضا العالم الإسلامي اليوم كيف تقرأ العالم الإسلامي اليوم أولا أحتاج أن أقول تالي برأيي إذا أردنا أن ننظر لأحداث اليوم نحتاج أن نأخذ نفسا عميقا أولا وأن نأتي بالأحداث من الخلف من الماضي وبطريقة مختصرة جدا كلما دخذنا نفسا أعمق كلما سيكون لدينا إمكانية أن ننفخ بقوة لدينا الآن مشهد في مواجهة نظرنا إلى 14 قرن من الحضارة الإسلامية سنرى أساسين أو أزمتين حضارياتين الحضارة الأولى في القرنين الثالث عشر كانت في ذرواتها بسقوط بغداد عام 1258 وجبهة شرقية للإسلام الحضارة الإسلامية النهارة ثم بعد ذلك بسقوط قرطبة وغرناطب ولذلك رأينا أن الأندلس والجرد الغربي الحضارة الإسلامية سقوط في عام 1346 سقوط قرطبة ولكن أيضا هذا تاريخ لشيء آخر فتح بورصة بورصة هي المكان الذي أسست فيه دولة عثمانية سوف أعود إلى هذا لاحقا الأزمة هنا الأزمة الحضارية الأولى بأساسها بجوهرها وفقا لتعبير ومصطلحات ابن خالدون هي أزمة على النسبة العصبية وبالتالي هناك انهيار سياسي في العالم الإسلامي وليس هناك مشكلة في الإسلام أو المسلمون المسلمون يبدأون يتناقشون الإسلام هنا بعد أن احتل الغربيون الأندلس وغيرها من الدول بدأوا يتواصلون مع العلماء السلين أو مثلا كريستوف كورنبوس وفاسكوديقاما كان لجانبهم علماء مسلمون وبالتالي هؤلاء الكفر الفجر كما يقال عنهم كان يعمل معهم علماء مسلمون كان هناك اكتشافات كان هناك علوم كان العلماء المسلمون موجودون في الساحة العلمية وبالتالي هنا رغم كل شيء موجود في الإسلام للمسلمين لم يكن هناك مشكلة على المستوى الدين كان هناك مشكلة في المجال السياسي وانا استعمل هنا مصطلحات ابن خالدون أما الأزمة الحضارية الثانية في الغرب هي التي كما قالها الأستاذ ذان الكريم قبل قليل التي نعيشها على مدى قرنين الآن وهنا السابب العصبية هنا مرة أخرى وهذا ليست مجرد أزمة سياسية هي انقطاع حضاري وأزمة فكرية العالم الإسلامي يعيش الآن أزمة فكرية أولا بطبيعة الإنسان بنوع المجتمع حتى بتنظيم المدن وغيرها كلها أزمات هذه الأزمة الثانية مختلفة وأكبر بكثيرا من الأزمة الأولى أعمق من الأزمة الأولى ولكن أيضا هنا أريد أن نضيف شيئا مختلفا بارتباطا مع عمق هذه الأزمة الثانية فإن استفدنا وفهمنا كل أبعاد هذه الأزمة وإذا استطعنا أن نحاسب أنفسنا ونقيم تقييمنا لهذه الأزمة وفهمنا فلسفة الحضارات فلسفة التاريخ الإنساني إذا أردنا واستطعنا إعادة تقييم كل هذه الأمور فأعتقد أن فرصة الخروج من هذه الأزمة أكبر من فرصة الخروج من الأزمة الأولى كيف يمكن أن نخرج من هذا الأمر هذه الأزمة التي يعيش من العالم الإسلامي هنا العالم الإسلامي ليس مستقلا هو يعيش أزمة والمشكلة الأساسية ليست ديمقراطية مشكلة الاستقلال كما ذكر أستاذنا الشيخ راشد قبل قليل أو أستاذ تيومان عفوا ليس هناك مشكلة ج WEA في العالم الإسلامي تحديدا المثقفون في العالم الإسلامي والمثقفون العلميليون تحديدا يؤكدون هذا المعنى. العالم الإسلامي يجب أن يكون أكثر ديمقراطيا. هذا الشيء بالنظر الدنيا للعالم الإسلامي. نحن عندما نتكلم عن عالم الإسلامي. عاش وعلم العالم كيف يمكن الأديان والثقافات وأفكار مختلفة أن تعيش مع بعضها البعض. في أوروبا لم يكن هناك إمكانية لعيش مشترك بين أديان والثقافات وأفكار مشتركة. لم يستطع الغرب أن يفعل ذلك. اليوم لا يجد مفكر أوروبا واحد لا يستطيع أن يقول. ولم يستطيع أن يقول في الماضي أن الكنيسة والمسجد والكنيسة اليهودي ليسوا موجودين في الحضارة الإسلامية معا. هذا أمر مهم جدا والأساد ركز عليه البعض يقول أن المشكلة المسلمين في غيامة ديمقراطية مشكلة المسلمين في إسلامهم يجب أن يعودوا للإسلام هذه العصر الذي يشعر المسلمين كيف يمكن أن يواجهوه هذه المشكلة. والطريق هنا بجملة قصيرة أقول هنا الطريق للخلاص من هذه الأزمة هو أن نطور تصورا لنا عن الحضارة وليس لدينا لأسف فكر واضح عن الحضارة الإسلامية أو الحضارة بشكل عام في العالم الإسلامي. ونحن دائما نفكر بهذه الحضارة عن طريق الأفكار الغربية في السابق قد يقولون الثقافة الإسلامية الآن يقولون حضارة إسلامية بالتأثر للغرب المدنية والحضارة باختصار هي مكة زائد المدينة تساوي حضارة. أنا أقول ذلك من سورة فصلة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الأنفس وبتعبير ابن خلدون موضوع الأنفس أو بعض الأنفس هو العصبية والأفاق. سنريكم الآياتنا في الأفاق. وفي أنفسكم. وبالتالي القرآن الكريم هنا يدعونا إلى التفكر في النفس وفي الكون. هنا الروح الخلاقة في الإنسان هو العمود ولكن على مستوى الأفاق وهذا الكون الفسيح. وبالتالي الإنسان أو العالم الإسلامي يحتاج هنا إلى إرادة الخروج. وبالتالي السبب أو الطريق عفوا هنا هو العلم والعرفان الذي سيأخذنا إلى الحكمة. الغزالي والبن عربي وغيرهم. ابن عربي في البعد الروحي والعرفاني. وأبو حمد الغزالي في البعد العلمي. نجموهما بعض البعض. يجتمعان في بن خلدون في بعد الحكمة. وبالتالي من ناحية النظرية خرج العلم الإسلامي نزمته. تخطينا المشكلة النظرية. ولكن على مستوى العامل التطبيقي. فمع الحضارة والدولة العثمانية. كان هناك عالم الإسلامي يتوحد لأول مرة. والحملة أو القفزة التي بدأها السلاجقة. استمر بها بالدولة العثمانية. وأصبح هناك ثلاث أعمدة. ثلاثية الأبعاد للعالم الإسلامي. وانتجت فكرا وسياسا. العمود الفقري كان لأهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك أصبح هناك تحدي وقوف أمام الحضارة الغربية. عزيزي المشاهدين. شاركت معنا أستاذ أزلم البيرك. كاتبة صحفية في جريد دياني شفاق. أهلاً وسهلاً أستاذ أزلم. أستاذ أزلم نحن ناقش وضع العالم الإسلامي في هذه الهلقة. أغير طريقة معك. أريدك أن تسألي سؤالاً لأستاذ راشد فيما تريد. لأننا لا تجدين استاذ راشد دائماً في مثل هذه البرامج. أغطيك حقي أن تسألي سؤالاً لأستاذ راشد. تسألي سؤالاً لأستاذ راشد. وخصوصاً تونس تحاول أن تتطور عن طريق تطور فرنسا. وهي باعتبارها تابعة مستعمرة سابقة لفرنسا. وهذا أيضاً يمكننا أن نراها عن طريق ملابس النساء في تونس. هذا ما نراه قبل فترات معينة في تركيا أيضاً. فكان ممنوعاً في تونس تجول النساء بالحجاب أيضاً في عام الألفينيات. بداية عام ألفين. كان أيضاً هناك ممنوع في تركيا دخول الإناث المحجبات إلى المدارس. فبالتالي نرى نقاط مشتركة بين تونس. ونقاط هذه النقاط متشابهة بين تونس وتركيا. ما رأيك سيد راشد الغنوشي بمشاركة باشتباه شكرة الإسلام؟ يعني ربما ترجمة وصلت. لكن أنا فقط أعيد السؤال مرة ثانية. هي تريد أن تستفسر أن الألمانية الفرنسية التي تطبقت في تونس وفي تركيا. حاولت أن تغير المرأة أو أرادوا أن يطبقوا الألمانية من خلال المرأة. وكانت هناك مشاكل في تونس وكانت مشاكل عندنا. كيف ترى الألمانية والإسلام وتغير من خلال المرأة في هذه المعادلة؟ فعلاً هناك تشابه كبير بين المجتمع التونسي والمجتمع التركي. وعلى كل حال تاريخياً تونس كانت إيالا عثمانية يعني ولاية من الولايات العثمانية. والتونسيون يعتزون بعلاقتهم بتراثهم العثماني. باعتبار أن العثمانيين أتوا تونس محررين. تونس وقعت بعد سقوط الأندلس. كان هناك اجتياح للمغرب العربي. وتونس تعرضت لهذا الاجتياح من طرف الاستعمار الإسباني. وبنية تنصيرها كما تم تنصير الأندلس. العثمانيون أتوا تونس محررين أتوا بأسطول يقوده سينان باشا القائد سينان باشا. وطرد الإسبان وعاد تونس إلى دينها إلى سياقها التاريخي. ولذلك هناك شارع في تونس حتى اليوم يسمى شارع سينان باشا. يخلد هذه الذكرى الجميلة ذكرى تثبيت التونسين على دينهم والدفاع عنهم. هناك تراث عثماني في تونس. ولكن حتى في الزمن الحديث وليس في الزمن القديم. هناك تشابه بين مسيرة التحديث في تونس ومسيرة التحديث في تونس. في القرن التاسع عشر كانت السلطنة العثمانية تتعرض لعملية تحديث. لا أدري موقف الأتراك الآن من تلك العملية. عملية التحديث بين موافق ومخالف. على كل حال كان هناك شعور بأن الأوضاع العثمانية ليست جيدة. وأن أوروبا حتى لا نقول الغرب. أوروبا تقدمت وتخلفنا. تقدمت بمعنى أصبح مستوها المعرفي والعلمي والتقني أعلى منه. وهذا التطور المعرفي أسهم في تطور الأسلحة. وأصبح العالم الإسلامي في خطر. مستوى الأسلحة هناك أصبح متطور عما هو عند العثمانيين. فأصبح هناك خطر. وبالتالي كانت هناك عملية. كان هناك السؤال لماذا تقدم وتأخرنا. أي كان المفكرون كانوا يعتبرون أن الآخرين تقدموا في العلوم المادية والتقنية. ونحن تأخرنا. وبالتالي هذا التأخر ما سببه ليس سببه الإسلام. بعد ذلك جاء مفكرون علمانيون وقالوا سبب التخلف والإسلام. ولكن المصلحين بقيادة جمال الدين الأفغاني وعبده ومن إليهم وخير الدين التونسي. قالوا لا المشكلة ليس في الإسلام وإنما في المسلمين. أن المسلمين لم يفهموا الإسلام حق فهمه. وأن الإسلام يدعون إلى التقدم. ولا يمنعنا من الاقتباس بتعبير خير الدين. لا يمنعنا من أن نقتبس ما هو صحيح وما هو مفيد من الحضارات الأخرى. جاءت فكرة الاقتباس عن الغرب. اقتباس العلوم التي لا تتناقض مع ديننا. إذن هذه عملية التحديث. في تونس وفي السلطنة العثمانية. وفي مصر كانت هذه المراكز الأساسية للإصلاح. أدت في النهاية إلى ما اعتبر نوع من محاكاية الغرب في تونس. قاد عملية التحديث تونس. الزعيم لحبيب برقيبة. وهو ابن المدرسة الفرنسية. وفي تركيا أيضا مصطفى كمالة تورك متأثر بنفس المدرسة. ولذلك كانت مساليكهما متقاربة أو متشابهة. رغم أن برقيبة خطب في البرلمان التركي. وانتقد شيئا ما انتقد مصطفى كمالة تورك. نقدا خلاصته أنه ما كان على تورك أن يعلن تركيا دولة علمانية. كان عليها أن يعلنها الدولة الإسلامية مع تبني التحديث. مع تبني المفاهيم العلمانية. ولكن دون إعلانات. على كل حال برقيبة كان معجب بمصطفى كمالة تورك. وتعرض ولذلك نجد نفس المسالك. مثلا الحجاب التي ذكرته الأخت منع في تركيا كما منع في تونس أيضا. ومنعت المعاهد الدينية في توركيا كما منعت المعاهد الدينية في تورك. وغير أنه كانت هناك فروق. على كل حال التجربة التركية تطورت نحو الديمقراطية بعد سلسلة من الانقلابات. تطورت نحوها الديمقراطية بسرعة أكبر مما تطورت تونس. نحو تونس بدأ طريقها الديمقراطي بثورة. بمعنى أن وضعها أن النظام السياسي الذي بناه برقيبة كان نظاما مغلقا غير قادر أن يتطور من داخله نحو الديمقراطية. فاحتاج إلى ثورة. بينما النظام التركي تطور نحو الديمقراطية بدون حاجة. حصلت انقلابات ولكن أيضا احتاج إلى انقلابات ولكن لم يحتاج إلى ثورة من النوع التونسي. وفي النهاية اليوم هناك تشابه كبير بين النظام في تركيا النظام الديمقراطي وبين النظام التونسي. الحجاب أصبح كما في تركيا مسموحا به. أصبح في تونس أيضا مسموحا به. مع الملاحظة أنه في الدول الأوروبية الحديثة الغربية. فرنسا فقط هي التي منعت الحجاب. ليست انجلترا ولا ألمانيا ولا بلجيكا. وإنما الذي منعت فيها الحجاب لا يزال هو فرنسا. بما يدل عن تأثر التجربة التركية والتجربة التونسية بمصدرهما الفرنسي. نعم. مرحب الله فيك. أستاذ ستومان. بالنسبة لوضع الحالي في الأعالم الإسلامي والعربي. مزرية ليست جيدة. هل المشكلة لماذا سقطت الدولة الثمانية؟ هل سقطت بسبب التخلف أو المشاكل الموجودة في التعليم؟ أو بسبب المشاكل الموجودة في التقدم التقني وما إلى ذلك؟ أنت كيف ترى حلا جزريا أساسيا لإعادة الهضارة الإسلامية من جديد؟ كأستاذ الفكر الإسلامي. في بدايات القرن التاسع عشر كان العالم يواجه حدثا جديدا. هذا الحدث كان تطبيق الفلسفة على الواقع العملي. نحن نسميها الأيديولوجيا. وأول الأيديولوجيات كانت الرأسمالية. وهي قد احتلت مكان الدين. منذ ذلك الوقت والناس أو عفوا منذ فجر التاريخ كان الناس دائما يعرفون أنفسهم عبر الدين. ويعبرون أنفسهم عبر الدين. هذا قديم جدا منذ بداية الخليقة ربما. ورغم اختلاف الأديان كانت دائما الناس يطبعون أنفسهم للدين. في كل الثقافات كان في أساسها الدين. لأول مرة استبعدوا الدين. وبدأت هناك فلسفة أو تطبيق أو ثقافات. وحضارات غير مؤسسة على الدين. هي الحضارة الأوروبية الحديثة. ومركزها هو الحضارة أو الثقافة الفرنسية. في بدايات القرن الثامن عشر كان هناك ثقافة. مركزها باريس. هي التي كانت بؤرة الحضارة الغربية الحديثة. هذه لم تؤسس على الدين. لم تعتمد على الدين. نحن نسميها الليبرالية والعلمانية. نحن هنا نستخدم المصطلحات بشكل خطأ. نحن لا مشكلة لدينا مع العلمانية. الإسلام دين علماني. ما هذا يعني الدين العلماني. ماذا تعني العلمانية. هو أن لا يكون هناك فريق يحكم من علماء الدين. أن لا يكون هناك كنيسة في الدين. الإسلام ليس فيه كنيسة. ليس فيه كهنوت. يحكمون باسم الدين. أنا لا أتكلم هنا عن الشيعي. ولكن أتكلم عن الطير الأساسي في الإسلام. بهذا المعنى فأنا ليست مشكلتنا مع العلمانية. هنا هذه الثقافة الفرنسية. أبعدت نفسها تماما عن الدين. وحاولت علمنا أنفسها. وهذه الحضارة الغربية تدعت من هناك. ما أتى بعدها وما ذكرته واسميته. الحضارة الإنجليزية اليهودية أخذت أساسها وعلمانيتها. وماذا تسمي حضارة بريطانية وحضارة يهودية. البريطانيون هم مسيحيون. ولديهم مسبة أنجليكانية وهي مسبة مسيحية. وانت تسميه سهيوني أو يهودي. لماذا ذلك؟ طبعا هذا موضوع آخر الصهيونية. أو بعض آخر. ولكن هذه قضية طويلة جدا وشائكة. المعلومات التي أتى بها اليهود والمال الذي أتى بها اليهود. لتعاونهم مع الإنجليز. وبنتيجة ذلك كان أول نتاجهم أو نتاجهم أو أول بيت لهم والولايات المتحدة الأمريكية. ثم عن ذلك انتشرت في القارة الأوروبية في أساس الثورة الفرنسية. كان نشر هذا الفكر اليهودي. هذه قضايا طويلة وشائكة. أنتم لا تستطيعون هنا أن تنظر لهذه الثورة. لأنها مجرد طلب الخبز والحرية. الثورات تحتاج لمال. هذا المال أتى من إنجلترا. إنجلترا مولت الثورة الفرنسية. خلفها كان هناك الإنجليز. لا نستطيع أن نغفل ذلك. كان هناك محاولة لنشر النظام الجمهوري في كل أوروبا. ولكن بلطانيا بقيت ملكية. نشرت فكرة الجمهورية وبقيت ملكية. هذا أمر مهم جدا. حتى نحن أيضا أتوا لنا بنظام الجمهورية. ولكن باقوا ملكيين. نحن هزائمنا بدأت في نهايات القرن السابع عشر ونهايات القرن السابع عشر. في ذلك الوقت كانت هناك الحضارة الأوروبية الحديثة في صعود فرنسا وغيرها. نحن هنا تراجعنا. وبالتالي عندما نفكر كيف يمكن أن نخرج من هذه الأزمة. بدأنا نفكر نحن نتراجع كيف يمكن أن ننقذ نفسنا. وفرنسا والحضارة الأوروبية الحديثة ربما. هل هم ينقذون العلمانية أم العلمانية تنقذهم؟ هذا التفكير كان موجودا لدينا. وبتالي بعض المسلمين فكروا ربما أخذ منهم هذه العلمانية. إذا علمنا أنفسنا ربما أيضا ننجو نحن وننقذ فسنا. كما نجى الغرب وموضوع الحجاب وغيرها من المواضيع. هذه الرموزة لأنها رموز دينية وفتحت عليها الحرب. ولكن بعد انهيار الدولة العثمانية. فالدولة العثمانية لم تحاول أمدا أن تبعد نفسها عن الدين. ومثير الانتباه جدا أن البعض ظهر إلى الغرب ويأخذ منه شيئا منسوخا. قوة الإسلام الجاذبة كانت في الأتراك موجودين في جوهر الدولة العثمانية. هؤلاء محاربون وكان دائما على فن الحرب. ربما لو شعب مسلم آخر تمركز حوله الدين أو الدولة. لربما انتبهوا أو ركزوا على بعد آخر. مسألة السلاح هنا تأتي من الفن من الحرفة من التقنية. نحن أخذنا فن هذا الأمر وبدأنا أن نصنع البنادق والمدافع وغيرها. لم يكن في أي وقت الأوقات لم نفكر في تغيير الحضارة الإسلامية أو الدين الإسلامي. فقط مع الجمهورية بدأت ذلك. وقل أنه إن لم نغير حضارتنا وديننا أو عفوا الحضارتنا وفكيرنا لنغير أمرنا في الفنون والحضارة والعلم. أنتم متفقاني عن المشكلة العلمة في العالم الإسلامي. سواء كان من بريطانيا أو من فرنسا. لكن هناك من يقول الآن في منطقة الإسلامية والعربية خاصة في بعض العربية العربي. تنتظر عالم العربي ألمانية أو موجات جديدة ألمانية متطرفة بسبب الأحداث الموجودة خاصة في العراق وفي سوريا. بمعنى أن الجماعات المتطرفة مثل الداعش وغيرها ستولد تشددا أو تطرفا ألمانية في منطقة الأرابية والإسلامية. نحن من طرف نحرب من الألمانية. لكن نقع في الألمانية بسبب بعض التأويلات أو تفسيرات عند بعض المسلمين. كيف تجيب على هذا؟ هل هذا صحيح أو ليس صحيح؟ سؤال جميل جدا. أولا نحتاج أن نقول الجملة التالية. نحن لا نستطيع دون أن نفهم الحضارة والحداثة عفوا والعاصر ودون أن نفهم الحداثة بدأنا نواجه ما بعد الحداثة وهذا أخطر الكثير. هنا الحداثة لم نفهمها والبتالي ليس هناك فكرة الحقيقة في الحداثة. هذا أمر مهم جدا هنا بمعنى الأستاذ راشد الغنوشي أريد أن أستديم الحوار معه هنا في هذه النقطة. فالعالم الإسلامي في نهايات القرن التاسع عشر تحديدا بدأ فيه المثقفون والمتنورون يخطئون ينخدعون في موضوع فهم الغرب. وفي نظرتنا لبعضنا أخطأوا كثيرا برأييه. وبدأت هناك عقدة الدونية نحو الغرب نحو نفسنا. وقالوا أن الإسلام ليس معيقا للتنمية أو للتطور. وبالتالي هؤلاء العلماء أو المثقفون العلمانيون هنا قالوا الإسلام يمنع التطور. والمثقفون الإسلاميون قالوا أن الإسلام لا يعيق التطور. وأعتقد أن الطرفين قالوا نفس الشيء ونحن لا ننتبه لهذا الأمر. في الهدف في الجوهر هو التقدم وتطور أي الغرب. وبالتالي هنا لدينا مشكلة في فهم الغرب. المشكلة ليست تقدم المسلمين أو تراجعهم. نحن إذا نظرنا من هذه الزاوية لن نفهم شيئا وننتطور. المشكلة هو أن الحضارة الغربية الحديثة. والأستاذنا الجليل تكلم شكل جميل جدا. والذي هي أبحاث وفضل العامر. هنا نحن نتكلم عن حضارة خارج الدين. مع الحداثة لأول مرة في التاريخ هجمت كل الحضارات. الحقيقة هجمت أن إنسان هجم. وبالتالي عندما نتكلم عن الحداثة فأنا هيدوغير أحد أكبر مفكرين في هذا العصر. أو أكبر مفكرين يقول نحن نسينا الوجود. عندما يتكلم عن الحداثة ويشرحه يقول نحن نسينا الوجود. ونستطيع أن نفتح النقاش هنا نحن نسينا الاله نسينا الحقيقة. وبالتالي هجمنا الاله هجمنا الطبيعة هجمنا الإنسان هجمنا الحقيقة. وهنا بدأنا نتكلم وأستعمرنا الأرض والمياه والمحر والليابسة. موضوع الاستعمار والسيطرة وهو تأليه الإنسان. هو تأليه الإنسان هو في عمق هذه الحضارة. وأبدأ هنا من حوار الأستاذ. هنا حضارة مركزها الإنسان. كما قال هايديكير هنا في هذه جملة مهمة جدا. هو أن أصبح الإنسان هو مقياس كل شيء في هذا العالم. وهذا مر خطير. أتعرف ماذا يعني ذلك؟ فرانسيس بيكن. وهو أحد أهم الأشخاص الذين بدأوا بالثورة العلمية. ديكارد وغيريو ونيوتون وغيرهم. بيكن يقول وهذا يختصر كل الحكاية الحقيقة عن الحضارة الغربية. يقول العلم أو المعرفة قوة. وبالتالي هم الحضارة الغربية أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في ظل الإله. حتى أكبر الفلاسفة الملحدين لديهم مقولات في هذا الأمر. وبالتالي أن الإنسان فقد ثقته بنفسه. وأنا أقول هذا أو سميه. فقد الثقة. ربما يترجمنا جيدا. فقدان الثقة الأتجاهية. بمعنى أننا هنا فقدنا الفكر والثقة. فقد الإنسان ثقة يحتاجها للوقوف على قدميه. هذا فقدناه. كيف حصل ذلك؟ أن القوة وأدوات المنتجة للقوة نسيطر عليها ونسيطر عليها. هذا ما فقدت فيه الحضارة الغربية. فالهدف هو أن لا نضع الأهداف هنا بشريقة وجه الحياة. بالعكس تماما أن تكون الأدوات هي المهمة لسلها هداف. وبالتالي هنا القوة والأدوات المنتجة للقوة. هو بمعنى المعرفة والعلم والتقنية التي تنتج السلاح كلها في عمق الحضارة الغربية. بعض الفلاسفة يفسرون الحضارة الغربية بشكل جميل جدا. يقول عن اختصار الحضارة الغربية على مدى 25 قرنا. يقول أن الحضارة الغربية كان مدينة بوجودها على مدى هذه القرون. على السلاح والدعاية. اليوم الحضارة الغربية الأين ذهبت بالإنسان؟ هي جرفت كل الحضارات. نتكلم عن حوالي 26 حضارة على مدى التاريخ. 16 منها تماما القرارات والباقي بدلت. وبالتالي هي جرفت كل الحضارات. هذه الحضارة الغربية الحديثة. ولم تعترف بحق لحضارة أخرى بالوجود. وبالتالي فأن هذه الخبرة. هذه التجربة سقطت. الآن هذا التفاعل الذي كان بدأ به القرن 21. أن تكنولوجيا وتطور الأوروبي وغيرها. كلها الحقيقة. سقطت الآن هذه الدعاوة. ربما عصر التنوير كان القرن 19. ثم قبلية القرن 20. ولكن هنا التشاؤم بدأ بطريقة أخرى. يسيطر على العالم. وبالتالي فالحضارة الغربية. هي نموذج لما لا يجبع أن تكون عليها الحضارات. وهي سقطت من داخلها. التجربة الأوروبية. كانت في تطور نحو ذروة قوتها. العلم والمعرفة والتكنولوجيا. تطورت بشكل كبير جدا. ولكن ما الذي حصل. هي وضعت الأداء أو الآلة. مكان الهدف. منذ اللحظة التي وصلت إلى ذروة القوة. خلال أقل من خمسين سنة تراجعت عن خياتة التاريخ الإنساني والحضارة الإنسانية. وبالتالي الحضارة الغربية بهذا المعنى أضافت نعب عن علما وتقنية. ولكن من ناحية الفلسفية جدلية. سيدة أزلم. نحن بقينا بين الفلسفة. الآن أمرنا صعب. أنا وأنت. أولوار روي. مفكر فرنسي. ألف كتابا في تسعينات. وقال في كتابه. أو أنوان الكتاب. إفلاس الحركة الإسلامية. إفلاس. أو موت الإسلام السياسي. أو موت الإسلام السياسي. يعني ترجمة أكثر من ترجمة إسلام. أو فشل أو إفلاس. ترجمة إفلاس بلغة تركيا. إفلاس العمل السياسي والحركة الإسلامية بشكل آخر. إذا نظرنا في منطقة العربية. لا أريد أن أذكر البلاد العربية. كأن الرجل استطاع أن يتكحن أو يتنبأ بما يجري في منطقة العربية هذه الأيام. لكن في نفس الوقت. عندما ننظر إلى تركيا. الأمر مختلف تماما. أنه فشل في تحليله. وكيف تقرأين أنت كلمة أولوار روي. في المقارنة بين ما يجري في تركيا وفي بعض المناطق العربية. تكلمتم عن الإسلام السياسي. هذا كتاب أولوار روي. أعتقد أنكم تقصيدون المفكرين الإسلاميين السياسيين. هذا ما يقول أولوار روي. أتوا إلى الحكم. حقيقة هذا التكهن حالة استثنائية برأيه. إذا قمنا بمقارنته مع تركيا ومع تونس. هذا التنبؤ لم ينجح في تركيا وفي تونس. ولكن للأسف نجح في باقي الدول الإسلامية. فبعض الأفكار القليقة حول الإسلام في الدول الإسلامية. أو الحكم الإسلامي الذي حاول التمسك بالقدوم على السلطة. والحكم في مثلا أكبر مثاله على ذلك هو الحكم في مصر. مثلا الحركة الإسلامية لم تتمكن من الحكم طويلا في مصر مع قدوم محمد مرسي إلى الحكم. فبعد الإنقلاب وبعد الثورات على الحكام الدكتاتوريين كان هناك حالة فوضى. فليس العالم الإسلامي المسؤول عن هذه الفوضى. يجب علينا أن نفكر بهذه النقطة. فمثلا السيد تاومان قال أن المسألة هي ليست مسألة العلمانية. المسألة هي مسألة حول الفكر الإسلامي. أريد أن أشرح بعض النقاط عن هذه المسألة. فمثلا التحديثات الديمقراطية في تركيا تحاول أن تحمي التطور عن طريق تطور الفكر الإسلامي أيضا. وإدخاله في الحكم السياسي. فمع التطور قيل أن هناك فقدان بعض العقائد الدينية أو العادات الدينية. فهناك في فرنسا كان هناك أيضا هذه العقائد. أن هذا التعصب الديني. ولكن لا أتحدث عن التعصب الديني فقط. مع ولادة البروتستانية في الدولة الأوروبية. التي ولدت من أجل خدمة الإله. هذه كلها نظريات. يقال أن هذه الحركة البروتستانية بدأت. ولدت من أجل خدمة الإله بهذه الطريقة. بأفضل طريقة. فأيضا كان هناك عدة تعبير من أجل نشر الديانة المسيحية بأكثر طريقة ممكنة. فما نراه الآن هو نشر بعض الأديان في الدولة الغربية. وهذه الاشتباكات التي يمكنني أن نصفها اشتباكات نوعا ما. هو نشر الديانة المسيحية في دولة الغربية ونشر حركة إسلامية في الدول العربية أو في الشرق الأوسط. أستاذ يوسف. ممكن أن أستعد لسيدة أوزن في هذا المجال. كيف تفكر وكيف تقرأ الكتب الدراسية في ولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام. ملوم بعقيدة المسيحية بشكل كبير. أنا ظهبت إلى مكتبات في ولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكان يهتموا التربية الدينية بشكل مكثف. عكس ما يجري في منطقة العالم الإسلامي. عندما أذهب إلى أوكسفورد أو كامبريج ستجد كأنها معابد. يشبه المعابد الكنسية. إذن لا يجد هناك انفصال بين الدين والثقافة. جواب مختصر. حتى أذهب إلى الفاصل. نعم. باختصار لن أطيل. لا أريد أن نتكلم في حضور شيء خلال غنوشي. أريد أن نستمع. أولاً في الغرب تراجع الدين الآن. نحن نتكلم عن الدين. ولكن مع الحداثة الدين تراجع تماماً عن الحياة. هنا الكنيسة الآن ودين ليس ثلان سلطة وقوة. وبالتالي نحن اليوم نتكلم عن بولادة شيء مختلف تماماً. فنتكلم عن القدسات خارج الدين. هي التي انفجرت وتزايدت. نحن نتكلم عن دين. ولكن هي قدسات خارج الدين. هنا جملة أخيرة أقولها. في العالم الإسلامي أو المشاكل الآن في العالم الإسلامي لا نستطيع أن نفهمها فقط بالنظر للفصائل أو المنظمات. هنا الأوروبيون كانوا في عصر الحداثة والعصر كانوا يهاجمون. ولكن فيما بعد الحداثة الآن التي نعيشها الآن نظرية السياسة تغيرت. العالم تغير ويقول لنا بشكل واضح لا تستطيعون أن تفهموا هذا الأمر. هم يحاولون الآن إعادة تصميم العالم. بحروب الوكالة عبر الفصائل عبر المنظمات. أنت ترى كأن المنظمات هذه أو المجمعات التقاتل ولكن لا تستطيع أن تفهموا يحاربون الإسلام عبر هذه المنظمات. كما تلاحظون نحن في هذه الهلقة نناقش مستقبل العالم الإسلامي من نهاية الفكرية فلسفية تاريخية مع المفكرين والفلاسفة. طبعا النقاش مع الفلاسفة يأخذ وقتا كبيرا. بعد فاصل قصير سوف أعود إليكم وأطرحوا سؤالا لأستاذ راشد غنوشي هل الإسلام السياسي أفلست أو أعدت مرة أخرى بعد فاصل قصير. سوف نعود إليكم إبقوا معنا. أفلست أو أعدت مرة أخرى 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 أفلست أو أخرى أفلست أيضا أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد نحن في هذه الحلقة نناقش مستقبل العالم الإسلامي مع مجموعة من المفكرين الآن أريد أن أتوجه بالسؤال إلى أستاذ راشد الغنوشي أستاذ راشد قبل قليل وعدت للمشاهد أنني سوف أسألكم عن كتاب أوليفر روي الذي تكلم عن إفلاس العمل السياسي أو إسلام السياسي ترجم إلى لغات التركية أكيد ترجم إلى لغات كثيرة كأن رجل تنبأ قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة عن ما يجري في المنطقة الأرابية بشكل نعم لكنه أفلس في تصوره في تونس وفي تركيا كيف تقرأ أنت مستقبل العمل السياسي أو إسلام السياسي كما يسمونه في العالم نعم هذا السؤال مهم إذا سمحت لي الدكتور عمر أن ألقي نظر سريعا على بعض ما تعرض له الأستاذان الكبيران من قبلي أخشى بأن ينطبع في أذهان الناس من غير أن يقصد الأستاذان بطبيعة الحال أن وضعنا كان جيدا قبل الاستعمام أن يتينا الاحتلال الغربية وأن المصائب كلها تتمع هذا الاحتلال كون الاحتلال أتى بالمصائب هذا أمر مؤكد لأن الاستعمار لم يأتي ليثقفنا وينقل إلينا العلوم وإنما جال يحتل أرضنا وليأخذ خيراتنا بشكل واضح وخرج يوما أصبح التكاليف والاستعمار أكثر من مردوده صحيح حيث العملية الاستعمارية أصبحت مكلفة هذا لا جدال فيه ولكن هل كان وضعنا جيدا قبل ذلك؟ لا وضعنا لم يكن جيدا مدارسنا التربوية نظامنا التربوي كان نظاما متخلفا ما كان يدرس في الأزهر أو الزيتونة أو القرويين كان منفصلا عن الحياة كان شروحا متخلفة شروحا فقهية متخلفة والأمية منتشرة انتشارا واسعة في العالم الإسلامي بينما الغرب كان ينهض كان التعليم كان محصوله المعرفية تطور نقل علومنا من الأندلس ومن جنوب أوروبا نقل علومنا وطور نظامه المعرفي وأوجد ثورة فكرية أنتجت تطور في التقنيات والإدارة والعلوم بما جعل الغرب أقوى منه بما جعل موازين القوى تنخرم لصالحه ولذلك لما جاءنا نابليون بونابارت في بداية القرن 19 واجهه المصريون يعني واجهت المدافع نابليون واجهها بالفؤوس والمساحي يعني بأشياء بسيطة يعني نظام التسليح تطور ونحن بقينا متخلفين ولذلك نظامنا التعليمي ونظامنا الإداري ونظامنا القضاء كان نظاما متخلفا وهو الذي حكم علينا بالضعف وجعل الغرب ينتصر علينا ويحتل أرضنا حيث في القرن 19 العالم الإسلامي تقريبا كله وقع تحت الاحتلال الغرب إذن نحن كان عندنا مشاكل مشكلة في نظامنا السياسي أنه نظام استبدادي ونظامنا القضائي ونظامنا التربوي أسوأ منفصل عن الحياة إذن أمام الاحتلال كان السؤال لماذا لماذا الغرب تقوى وضعفنا لماذا تأخر وتقدم وتأخرنا فكان السؤال المشكلة المصلحة قالوا المشكلة ليس في الإسلام وإنما في المسلمين وأن فهمنا للإسلام خطأ فهمنا الإسلام على أنه حكم فردي وحكم استبدادي والفقهاء عندنا أصلوا لحكم التغلب قالوا بأن من انتصر بالقوة وطبق الشريعة فحكمه شرعي بحيث علماؤنا شرعوا للاستبداد أعطوه فتوى لحكم الاستبداد وأصبح نظام الشورى الشورى أصبحت نظاما شكليا بينما الغرب استطاعت ثوراته أن تحدث ثورة في العقل في التعليم وفي الحكم وأصبحت السلطة للشعب صحيح كما قال الأستاذ بأن ثورة الغرب على الاستبداد قادت إلى الثورة على الدين نفسه باعتباري أن الدين تحالف مع الاستبداد الدين تحالف مع الكنيسة ولذلك ثار الناس على الكنيسة وثاروا على الاستبداد وثاروا على التخلف بينما نحن الحركات الإصلاحية ارتبطت بالدين والحرب ضد الاستعمار ارتبطت بالدين ودخلنا الحضارة من باب الدين العلمانيون عندنا وهناك علمانيون متاثرون بالتجربة الفرنسية بحيث هناك علمانية والعلمانيات ليست علمانية واحدة هناك علمانيات كما يقول المسيري عبد اللهب المسير رحمه الله هناك علمانية جزئية تتلخص في حياد الدولة إزاء الديانات يعني الدولة تسمح بالحريات الدينية للجميع وهذه علمانية جزئية وهناك علمانية شاملة وهي العلمانية خاصة الفرنسية كما ذكر الأستاذ والعلمانية الماركسية علمانية شاملة بمعنى أن الدولة مهمتها أن تطرد الدين من المجتمع ولذلك منع الحجاب مندرج ضمن تدخل الدولة في حياة الناس الخاصة بينما العلمانية البريطانية مثلا والعلمانية الأمريكية تعطي للدين مجال في التأثير في المجتمع ولذلك هناك مثلا في أمريكا في المعارك الانتخابية بين الرؤساء هناك حديث عن إقامة الصلوات في المدارس إقامة الصلوات في المدارس منع الإجهاض مثلا هناك مشكلات دينية تطرح في الحملات الانتخابية المجتمع الأمريكي أكثر من 50% منه متدين بالمعنى المسيحي يصلي يوم الأحد بينما في المجتمعات الأوروبية في بريطانيا يعني بين 60 مليون بريطاني يؤدي صلاة الأحد أقل من مليون حيث هناك تراجع للدين في أوروبا بينما في أمريكا لا يزال الدين حاضرا بقوة لأن أمريكا أصلا هي بناها البرتستان الهاربون من الاضطهاد الديني من أوروبا ولذلك اعتبروا أمريكا أرض المعاد اعتبرها المهم أردت أن أقول بأن البلاء لم يأتينا كل من الاستعمار الاستعمار بلاء أتى لأننا ضعفنا لأننا نتخلفنا نظامنا السياسي نظامنا التربوي نظامنا التعليمي القضاء كله كان متخلفا ونحن كنا نائمين فجاء الاستعمار مش لجاء ليقضنا وإنما أحدث عندنا صدمة أحدث عندنا صدمة كنا نظن بأننا على حال جيدة فاكتشفنا بأن أوضاعنا سيئة وأنها تحتاج إلى إلى تغييرات أساسية من هنا جاءت عملية الإصلاح بالنسبة لثورات في القرن التاسع عشر الحركات الإصلاحية الإسلامية استطاعت أن توقظ المسلمين وأن تجندهم ليحرروا أرضهم من الاحتلال الأجنبي وفعلا يعني لم يبقى من العالم الإسلامي ما هو محتل اليوم بحيث عندما به في بداية القرن العشرين العالم الإسلامي كله كان تحت الاحتلال تقريبا لم ينتهي القرن العشرين إلا والعالم الإسلامي تحرر ما عدا فلسطين وستتحرروا إن شاء الله فلاس إسلام السياسي بحيث إذن في الأول المسلمون حرروا حرروا أرضهم من الاحتلال الأجنبي المرحلة الثانية بدأوا يحررون عقلهم وليس أرضهم وهنا بدأت الحركات الإسلامية لتحرير العقول التي التي أصبحت تابعة للأجنبي وأصبحت عندنا نخب نشأت في المدارس الاستعمارية تفكر تفكير الاستعمار وتنظر للدين نظرة سلبية ولذلك بدأت الحركات الإصلاحية الإسلامية لتحرر العقول من الغزو الفكري والحضاري الأجنبي وبدأ تقدم الإسلام على أن الإسلام دين وحضارة كما قال الأساتذة أن الإسلام دين ليس مجرد دين ولكنه دين وحضارة ودين ودولة ودين وسياسة وأخلاق وبدأنا نتحدث عن اقتصاد إسلامي وعن سياسة إسلامية وعن ديمقراطية إسلامية هذا كله إذن مرحلة ثانية من مرحل التحرر في المرحلة الأولى حررنا الأرض والمرحلة الثانية بدأنا نحرر نحن الآن بصدد هذه المرحلة تحرير عقولنا وتحرير اقتصادنا وسياستنا لا في اتجاه أن نكون في عداوة مع الغرب وإنما أن نحقق استقلالنا كما حققنا استقلالنا السياسي الشكل ببناء دول ضعيفة ولكن بنينا دولا الآن نحن نريد أن نحقق استقلالا فكريا واستقلالا حضاريا ونريد لأمتنا أن تتوحد وأن تتجاوز سيسبيكو يعني هذه التجزية التي ذكرها الأساتذة والتي فرضت علينا بالحديد والنار وبموازين القوى نحن الآن بصدد تجاوزها مش بطريقة داعش لأن داعش في الحقيقة ما يش نمو ما يش مشروع ما يش مشروع إصلاحي وإنما هو رد فعل على الاستبداد ومنتوج من منتوجات الاستبداد نظام صدام ونظام بشار الأسد ومبارك وبن علي ماذا سينتج في الغالب سينتج ردود فعل سلبية وردود فعل عنيفة أيضا ولكن هذا يدل على أن أمتنا مازال فيها مقاومة ومازال فيها مازال فيها حيوية هل الإسلام ما يسموه الإسلام السياسي وأنا لست مع هذا المصطلح لأن الإسلام فيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه أخلاق وفيه نظام اجتماعي ولذلك لماذا نقول الإسلام السياسي كأننا أضفنا للإسلام شيئا ليس منهم كأن عملية أقحمنا الإسلام شيئا ليس منه وهذا عقليت وراء ذلك عقلية غربية أنه المسيحية ما فيهاش سياسة أما في الإسلام السياسة وقعت إضافتها من طرف مجموعات سياسية أرادت أن تصل للسلطة عن طريق الإسلام هل فشل؟ هل فشل؟ نعم لا ليس لم يفشل أنا أعتبر بأنه ما حصل في تونس 2011 هو بداية لتاريخ جديد على الأقل في العالم العربي لأن العالم الإسلامي حصلت فيه حركات ديمقراطية في تركيا فيه حركة ديمقراطية في ماليزيا فيه نظام فيه قدر كبير في إندونيسيا فيه يعني فيه انتخابات حقيقية وأحزاب حقيقية العالم العربي هو الذي بقي ثقبا أسود في العالم الديمقراطية طافت في العالم كله من إفريقيا إلى آسيا أمريكا التي نيلها العالم العربي باعتبار أهمية هذا الموقع سواء من جهة الثروات أو من جهة المعابر البحرية التي تربط العالم وجود الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني تم غرسه في العالم العربي خنجر في العالم العربي لمنع العالم العربي أن يتوحد وأن ينهض نعم المهم قلت سنة 2011 انطلقت روح الجديدة في العالم العربي هي روح التحرر وسرعان ما بعد أن نجحت في تونس انطلقت إلى ليبيا ومصر وإلى اليمن وإلى سوريا والعراق ولا تزال ممتدة يبدو كأنها فشلت اليوم يبدو كأنه كأن بعض الناس يقولون الربيع العربي تحول إلى شتاء قارس هؤلاء يجهلون ويتجاهلون أن خط التوراة ليس دائما خط صاعد تركيا اليوم وقد أجرت انتخابات حرة نزيها نحن نهني الأتراك أخواننا الأتراك على نجاحهم الديمقراطي تركيا برهنت على أن الديمقراطية ممكنة في العالم في تركيا وإذا ممكن في تركيا لماذا ممكن في العالم ومش ممكن في العالم الإسلامي ممكن أيضا ولكن الذي ينظر إلى تركيا لم تصل إلى هذا المستوى من النضج الديمقراطي إلا بعد أكثر من خمسين سنة يعني من قرم من العشرينات من القرن الماضي وهي تتقلب كم انقلاب حصل في تركيا بحيث تركيا لم تصل إلى هذا المستوى من الديمقراطية إلا بعد عثرات وكبوات والثورة الفرنسية لم تصل إلى الديمقراطية إلا بعد أكثر من مئة سنة حتى عادت إلى الملوكية وعادت امبراطورية ولذلك لماذا نتوقع من ثورات الربيع العربي أنها ستنعي في سنتين ستولد ديمقراطياتها كاملة لا ليس هكذا وإنما طريق الديمقراطية ليس مفروش بالورد وطريق تحرر الشعوب مفروش بالشوك والدم ومفروش بالصعوبات والتحديات وأمريكا نفسها حتى حققت ديمقراطيتها دخلت حرب أهلية حيث ومثمج ديمقراطية في العالم هكذا خطها البياني كان باستمرار صاعدا وانتقلت من نظام ديكتاتوري فردي إلى نظام حكم الشعب حكم الشعب هذا الانتقال من حكم الفرد إلى حكم الشعب هذا أمر يعني لا يتم بين عشية وضحاها وإنما يتم في مسار طويل مثلا تبدو مصر وكأنها رجعت إلى عهد مبارك بل أسوى من عهد مبارك ولكن هذا هو الظاهر أما حقيقة الأمر فهناك روح جديدة في العالم العربي حصل تغيير في العالم العربي ليس في أنظمة الحكم حصل تغيير في نفوس الناس في عقول الناس أصبح الناس تذوقوا طعم الحرية أصبح نظام الحزب الواحد وانتخابات يفوز فيها الحاكم 99.99 والإعلام الخشب الذي يمدح الحاكم صباحا مساء هذا أمر أصبح أضحوك في العالم العربي ولذلك قارن بين انتخابات مصر وانتخابات تركيا تركيا شارك في الانتخابات 85% من الأتراك كم من المصريين شاركوا في الانتخابات بعضهم يقول 2% وبعضهم 5% وأقصى 15-20% لماذا؟ لأن المصريين ليسوا مصدقين أن هذه الانتخابات هي انتخابات ولذلك لا عجب أن الرئيس السيسي قال بأن الإخوان المسلمين هم جزء من الشعب المصري كان ينبغي أن يقولهم كان هذه حقيقة يعني لا يمكن لك أن تقصي جزءا كبيرا من الشعب ثم تتحدث عن انتخابات وتتحدث عن ديمقراطية ولذلك نعتبر بأن هناك شيء جديد في العالم العربي هناك روح جديدة روح التحرر وهذه الروح هي مسألة توقعت حتى تتجلى وترجم في أنظمة ديمقراطية بحسب تعقد الأوضاع الأوضاع في تونس لماذا نجحت في تونس ومجحتش حتى الآن في مصر؟ لأن الأوضاع في تونس أقل تعقيدا تونس شعب دين واحد ومذهب واحد ولغة واحدة وعرق واحد والجيش في تونس لا لديه دور في السياسة الجيش في مصر هو الذي أوجد الدولة أصلا مثل الجيش في تركيا ما كان سهل إبعاد الجيش التركي عن السياسة هذا يحتاج ثورة كاملة وانقلابات ورؤوس قطعت حتى الجيش التركي أصبح يقوم بدوره بدوره في حماية حدود البلد وليس في تنصيب السياسيين كذلك الشعب المصري الدولة المصرية تحتاج إلى وقت حتى تتحرر من حكم الجيش ويقوم الجيش بدوره السياسي في حماية الأوطان إذن بقدر ما تكون الأوضاع أكثر تعقيدا بقدر ما يكون ثمن التحول الديمقراطي أعلى والزمن أطول والعكس تونس الأوضاع ليست بهذا التعقيد والمنطقة ليست بهذه الهمية الاستراتيجية التي لمصر أو سوريا أو العراق هذا قلب العالم فمن يغير هذه المنطقة كأنه يغير العالم وهذا يحتاج إلى ثمن وإلى وقت ولكن المسار لا رجعت فيه شكرا أستاذ فاصلت أستاذ أمان الآن كما تفضل أستاذ راشد نحن حررنا بلادنا عسكريا لكن الآن نحن في مرحلة التحرر الفكري لكن أمامنا ثقافة رأسمالية عنيفة جدا أن تسيطر في بلاد الإسلامية كيف نستطيع أن نحرر مقول النخب والمثقفين من اتجاه رأسمالي ليبرالي ربما في بعض الأحيان حتى نحمي هويتنا وثقفتنا وأقيدتنا أنا بنا نقدر إزن ورأسم كم هي المدى المتحلية سأتقل خمس دقائق خم ثانية حتى على رتب أفكاري دشن م اكي نحن نفصل في التفكير هناك التفكير الفلسفي هناك التفكير الإعلامي أو السياسي وهذه المتراقضة تماما واحد منهما دائما يذهب للعمق والثاني فقط يبقى على السطح نحن هنا نحاول أن نجمع بعين الاسنين من أجل المشاهد لأن المشاهد يريد أن يفهمك للأسوى الشديد صعب أن تأخذ منه صعب أن يخرج سياسي من الفلسفة هذا خطير حتى أن الأشخاص الذين يفكرون بطريقة فلسفية أيضا خطأ أن يمارسوا سياسة وأنا أكثر من نماذجي هنا وسيدنا علي رضي الله عنه دخول سيدنا علي رضي الله عنه للسياسة كان أتى بكارثة على العالم الإسلام لأنه يفكر بطريقة فلسفية وكان شخصا عظيما الحقيقة بغض النظر الآن سأحاول قدر الإمكان أن أختصر لو سبحتم جملة واحدة فقط لأن الأستاذ راشد ضيفنا فأعتقد أن كما تعرفون هو كنزل المعرفة والعالم العربي وضعه على رأس العالم العربي وهو الذي أنقذ تونس بمعرفته بخبراته وحكمته ببصيراته حقيقة سيد راشد وحكمته أنقذ تونس وأعتقد أن هذا خارج الموضوع رغم أنه لأنه تفكر فلسفيا أنا هذا أمر آخر أنا عندما أتقلم عن سيدنا علي رضينا عنه نموذج مختلف عندما كان مع سيدنا أمبكر أو سيدنا أمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان منجزا لكن عندما هو حكم كان هناك مشاكل نعود لموضوعنا الآن نحن نستطيع أن نطلق الأمر في الثقافات على ثلاث أصناف الثقافات غير متبدنة الثقافات المتمدنة والثقافات ذات الحضارات الفلسفية الأعلى فيها هو هذه الحضارات أو الثقافات ذات التفكير الحضار الفلسفي اليونان والإسلام وأوروبا في عصر الوسطى وأوروبا العصرية والحضارة الحالية إضافة لهذه فأن هناك بعض الثقافات التي فيها فلسفة قليلة الهند والسين أو الصين مثلا جزئيا الحضارة الإسلامية كانت قد وصلت في الذروة بموضوع فلسفتها هنا لا نستطيع أن نفصل كثيرا ربما لكن بعد حد معين وقفت الحضارة الإسلامية وأخيرا أنا أرى هنا ابن خلدون ربما نستطيع أن نضم أيضا لها أخرين لكن نتكلم عن حوالي القر السابع ربما رأينا أن الفلسفة في العالم الإسلامي توقفت وهذه الفلسفة ما الذي أمنته هنا أن نعرف أنفسنا أن نعرف أنفسنا هنا تؤدي أو تمر عبر نقد الناس والمجتمعات نفسا لبعضهم أو لنفسهم أستاذنا قبل قليل قال شيئا مهما أن تلقي كل اللوم على الغرب أو على الاستعمار أو على أوروبا هذا غير مفيد أبدا أصل المشكلة فينا نحن اللوم يجب علينا أن نواجهه لأنفسنا نحن لسنا فاعلين هنا نحن مفعول به نحن نريد ذلك وكأننا فاعلين لأنفسنا ولكن لسنا فاعلين لماذا لم نستطع أن نواجه ذلك لماذا لم ننجح لماذا لم نواجه لهذه السابع ولكن هذا كما ذكرت قبل قليل أعيده هنا هذا هذا نموذج للتفكير يعرفنا على أنفسنا ويعيدنا لجوهرنا قبل قليل سألتموني وقلتم هل الإسلام يتوافق مع الأيديولوجيات في عصرنا أيديولوجية العصر أو اليوم هي الرأسمالية هذه الأيديولوجية مسيطرة وقبل قليل ذكرت ذلك منذ بداية القرى التاسع عشر بدأت والآن وصلت ربما تعيش عصر أوجها وذروتها صديق العزيز الأستاذ يوسف قبل قليل وضع تصنيفا أنا لا أريد أن أوافقه على الحداثة ومعلى الحدثة نحن ما زلنا في الحداثة في حضارة عصرية لم ننتهي منها بعد حتى ننتقل بعد الحدثة امتداد لبعضها البعض نعم ولكن هناك وضع جديد هذا ما أقوله الآن مع الإسلام مع المسلمين لا نستطيع أن نوحدهم أو ندرجهم مع الرأسمالية لا كيف يمكن أن أكون مسلما وأن تفق مع العقيدة الإسلامية وبنفس الوقت أن أكون رأسماليا التي هي الأيديولوجية التي تعرض الإسلام سوف أظلم الناس أو أبتعد عن العدل أو ما شابه الرأسمالية لا أقول هذا نقدا أو ذما هي أسست على الاستعمار لا يمكن أن يكون هناك رأسمالية دون استعمار أنا مضطر لأن أزيد من رأسمالي ومالي وبالتالي أنا مضطر لأن أدوس على الآخرين هذه الفلسفة كيف يمكن أن نزيد من ثروتي دون أن أظم الآخرين هذا تبسيط طبعا للفلسفة الرأسمالية هذا إذا كان متاصقا مع الإسلام إذن ما الذي نحتاج من الإسلام ما الذي نحتاجه كمسلمين وبالتالي يمكن أن نستعمر أو نستعمر سبب مجيء الإسلام هو هذا ليس هناك عساب آخر أن تؤسس للعدل للحرية هذا هو أساس مجيء الدين الإسلامي وأمنه يقول أستاذ يوسف نحن مضطرون نحن كمسلمين أن نؤمن ذلك لأننا لا نصدق أن نؤمن ذلك أستاذ يقول أنا أكتكلم عن الخلفية التاريخية لأن نظر في التاريخ أسنع لا أحيانا في بعض الأحيان الأستاذ الراشد محق هنا ليس دائما لا في بعض المحطات التاريخية في عدد الخلفاء الراشد مثلا نجد ذلك لكن بعده في العدد الدولة الأموية أنا لا أراه مثلا هذا لم يكن موجودا كان هناك لا أقول أن هناك مرحلة كانت عدلا بعد ذلك ظالمة كان هناك ضمن نفس الفترة هناك بعض الخلفاء أو أزمنة أو فترات فيها عدل بعضها ظالم تتداول مع بعضها البعض ونحن نرى الفترة بشموليتها ليس فقط كقضية سياسية ولكن بشكل شامل علاقتها مع طبيعة الإنسان علاقة الإنسان بالمرأة في كل المواضيع وموضوع العدالة ليست المسواة كما هو معروف إذا نظرنا عن علاقات الرجل بالمرأة العدالة هو تتضمن أن نرفع من قرامة المرأة المرأة هي أمي وليس هناك أقدس من الأم أنا لا أستطيع أن أساوي هنا فقط بين الأب والأم والإسلام يثمن ذلك كثيرا هذا أمر مهم جدا أهمية قصوة هذا الأمر يسمي المجتمع أمة يسمي المجتمع أمة وبالتالي هذا يعود إلى الأم الأم إمام الأم قائد وبالتالي عندما نحلل هذه الحضارة سوف يجب علينا أن نحلل هنا اللغة التي تحتمد عليها وبهذا المعنى فهناك لغات قوية جدا أحداها اللغة العربية في التاريخ الإنساني وعن طالما لم نحلل اللغة العربية لا نستطيع أن نصل إلى كنه وجوهر الإسلام وأعطيته نموذجاً بسيطاً جداً قبل قليل موضوع الأمة وما إلى ذلك بهذا المعنى مختصر الكلام هو التالي نحن مضطرون لأن نؤسس بنياناً أو بنية فلسفية جديدة ضمن هذه البنية الفلسفية نحتاج إلى أيديولوجيا تنير وترين لنا الطريق نحتاج أن نؤسسها هذه الأيديولوجيا تكون تشاركية مجتمعية واشتراكية بين الجميع هذه حضارتنا أنا هنا لا أقصد الماركسية والشيوعية لا أقول أن كل شيء يؤمن ويكون ملكاً للدولة هذا الحراف عن الفهم السليم ولكن بحدود مثلاً في بدايات الدولة العثمانية كانت نظام الآخر التآخي بين الحرافين والمهنيين وأسس لعدالة معينة أن لا تتقل أحدهم على أحدهم من آخر أما الحضارة اليوم وما تعتمد عليه من أيديولوجيا هي على الكسب الأكثر الأمور المادية قبل قليل تكلمنا عن الدين عن البرستانتية وغيرها هذا ليس ديناً هذه ليست أديان يجب علينا أن نقول ذلك بوضوح الدين بالتعريف هو شيء إلهي وشيء خارج عنها نعجب أو لا نعجب نحب أو لا نحب نحب ككاثولكية وبرستانتية وغيرها هؤلاء يعرفون أنفسهم أنها أديان إلهية أما البرستانتية فأنها تصميم لوعادة هيكل الاقتصاد طفقا نظام سياسي معين أو العكس هنا الكاثولكية مثلا تعني شيئا عالميا كاثولكوس شيئا عالميا دوليا في اللغة اليونانية تحتضن كل الناس كل البشر أو يهمها على القد أن تحتضن تريد أن تحتضن كل البشر أما البرستانتية فأنها قومت أصبحت قومية أو عقية مثل اليهودية كما أن اليهودية كانت في الأساس دين أرسل مع سيد موسى عليه السلام بكل البشرية لكن بعد ذلك خصصا لبني إسرائيل أو العبرانيين فأن البرستانتية أيضا قسمت إلى تيارات معينة دين الأمريكان دين الإسكولادين أو دين إصلاحيين في الهولندا وغيرها الأثريون وغيرهم في ألمانيا وغيرها هذا ليس دينا أنا عادة لا أقاتل أحدا ولا أسمح لأحد أيضا أن يقاتل أستاذ لو سمحتم لأن طبيعة هذا البرنامج كل واحد يتكلم ينهي بعدا تسأل ما تريده فيما بعد عندما يأتي دورك ولكن أريد أن أقوم بإضافة صغيرة فقط البرتستانية التي ظهرت من أجل الوصول إلى الإله نعم هنا تعريف للإنس الله سبحانه وتعالى نحن نعرفه بقدر ما عرف نفسه ومرة في آياته نحن نمنشأت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى علمنا عن نفسه أمور في القرآن الكريم أما البرتستانية فأنشأت نفسها الآن في هذا العصر الحديث هذه الأيديولوجيا أو الحضارة الغربية المؤسسة على غير الدين أنا لا أقول أنهم أنقروا الإله ولكنهم يجعلون من أنفسهم إلها النموذج الأنسب هنا هو فلسفة ديكارت ديكارت الذي أسس الفلسفة الحديث عندما يحاول إثبات وجود الإله لا يجد مسلم يحاول أن يثبت وجود الإله إما أن يقبل أو لا يقبل لماذا يقبل لأن الله سبحانه وتعالى عرفنا عن نفسه ينظر إلى الآيات هنا فيقبل أو لا يقبل هذا ما حاول شرح هنا المسألة ليست كيف نصل إلى الإله ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نصل إليه بعضنا يصل بطريقة أسهل وأقرب وهذا بعنية الله سبحانه وتعالى طبعا الأولياء وغيرهم أنا لا أستطيع أن أقول أنا أريد أن أكون وليا أنا قد أكون مهندسا قد أكون عامل أحذية ولكن لا أكون وليا الله سبحانه وتعالى يحسن أو يتلطف على بعض الناس فيجعل منهم وليا هذا ما حاول أنا أشرحه هنا بهذا المعنى أعود للبداية جوابا على سؤالكم ليس هناك أي اتساق أو اندماج أو تطابق بين الإسلام أو دينية العصر نحتاج لإنتاج إدلوجية جديدة كيف سنفعل هل سنخرج من الإسلام هل سنتخلع عن الإسلام أم نتخلع عن هذه الإدلوجيا هذا قرارنا نحن الحقيقة أن الإسلام أكثر من كونه فردينة هو مجتمعي يجب علينا أن نفهم ذلك كأمة يجب علينا أن ننظر للأمر كأمة وليس كفرد فقط هل يكفي هذا المدنة أستاذ شكرا شكرا أستاذ يوسف طبعا مسألة فأسفية فكرية شيقة جدا لكن في منطقة العربية في مشاكل اجتماعية وسياسية أيضا أريد أن أخذكم قليلا إلى بعض المشاكل السياسية ومثلا في منطقة العربية ربيع العربي مشاكل الدماء والحروب وما إلى ذلك لكن هذه الأيام بشكل نعم إسرائيل تسكت لا تتكلم عن ربيع العربي بشكل نعم لكن لديه ممارسات سلبية في مسجد أقصى لماذا إسرائيل تسكت خاصة فيما يتلق بربيع العربي هذه مشاكل كبيرة جدا أنا لا أريد أن أتكلم الحقيقة الأستاذ تتكلم قليلا السيدة أزلام ربما تتكلم هنا أقول فقط باختصار نحن ربما نبالغ في موضوع الديمقراطية والحريات نحن نعيش مشكلات كبيرة جدا انتهاكات في العالم العربي الإسلامي غياب القانون والنظام السياسي الذي ربما أصبح مكان للصلب هناك سلطوية ديكتاتورية ولكن مشكلة العالم الإسلامي ليست مشكلة ديمقراطية مشكلة العالم الإسلامي هو أن الشعوب المسلمة لا تختار مصيرها وكيف تحكم نفسها أنا لا أرى الحال هنا في ديمقراطية الغرب لم أرى أنهم دعموا ذلك في أي مكان موضوع الحريات أو حقوق الإنسان وديمقراطيات لم أرى ذلك في التاريخ الحديث في أي حالة تاريخية لم يدعموا ذلك نحن لم نشهد على شيء كذلك هناك تناقض كبير الحقيقة هنا يجب علينا أن نرى هذا التناقض ولكن المشكلة هنا وأنا أذكر بها كثيرا قاصدا ذلك هنا يجب على العالم الإسلامي أن يعيد أسلمته مرة أخرى المشكلة هنا التي عايشناها مع العالم العربي مع الربيع العربي كالتالي أنا لا أريد هنا أن أنتقد الشعوب الناس قد تفهموا ما أقوله خطأا سوف أختاروا عباراتي هنا إسقاط المسلمين للنظمة الدكتاتورية ووصول الحرية هذا حلمي أريده ولكن هناك أمر آخر هنا مهم الربيع العربي مشروع بطريقة أو بأخرى يجب علينا أن نرى ذلك هذا هو علمنا للإسلام على مدى المتوسط أو الطويل أو امتداد لمشروع علمنا للإسلام خلال عشرين سنة وثلاثين سنة قادمة خلال جيل كامل هذه العملية بدأت الآن أستاذنا تكلم عن بعض الحداثة ونقدها ولم يقبلها وما إلى ذلك رفض أن نكون في بعض الحداثة ولكن هناك وضع جديد هناك نحتاج إلى أن ننظر إليها نحن الآن نتكلم عن المطلقات والحقيقة وبالتالي هنا نرى أن المجموعات أو الكتل في العالم الإسلامي تتحول العلمانية بشكل كبير جدا نحن ربما نصل غدا لديمقراطية للحرية ربما نستقل بطريقة أو بأخرى كنظم ولكن من ناحية الفكرية الذهنية من ناحية الثقافية قد تنقطع علاقتنا بالإسلام هذا أمر مهم وخطير هذه المشكلة يجب علينا أن نرحب بهذه الطريقة ونفكر كيف نحل هذه المشكلة نحن نعلمل ونلبرل بطريقة سريعة جدا أنا هنا أرى في ميدان رابع وميدان رابع العدوية وما هو الميدان الآخر؟ النهضة أو التحرير أنا أرى ميدان التحرير مختلف ميدان رابع مختلف التحرير كان بعد حدثي كان علمانياً حدثياً فيه مشاركة تشاركية معينة وبالتالي هناك كان مشروع لعلمنات الشباب الجديد في مصر كانت حركة ولكن عندما حصلت رابعة نحن رأينا في حينها الربيع العربي الصحيح كيف أن أنا بالنسبة لي الإخوان المسلمين العمود الفقر للعالم الإسلامي إذا ضعف الإخوان أو سقط الإخوان فإن تبدأ هناك ضعف وتقسيم للعالم العربي والإسلام شكل كبير جداً وحروب داخلية وطأفية وأهلية كما كان في القرون الوسطى ربما كان يحاولون فعل ذلك وبالتالي هنا يفتحون الطريق أمام إيران بشكل كبير جداً ما أقوله أنا حتى يتعدى للعالم الإسلامي ويقوم نحتاج لتركيا ومصر وإيران كدول مركز أن تجتمع بعضها البعض ناحية ثقافية الاقتصادية حتى العسكرية مع الوقت هذا أمل هذا حلم ربما والحلم جميل أستاذ أزلم ربما أنت الوحيدة الآن ربما أستطيع أن أبقى معك في إطار الأمور السياسية لا تدخل في أمور الفلسفية ما أريد أن أقول ربما المشاهد هذه الأيام يريد أن يعرف لماذا نجح حزب العدالة والتنمية بهذا الحجم يعني ما الذي تغير خلال خمسة أشهر مع أن حزب العدالة والتنمية في انتخابات الماضية أخذ 41% في هذه المرة 49% كيف نجح وكيف كان تأثيره الداخلي والخارجي أريد أن أجيب على سؤالكم باختصار ومن ثم أتوجه بسؤال جديد للسؤال للسيد رشد غنوشي هناك سؤال أريد أن أوجهه له بداية هناك جملة شهيرة لماركسوز يقول أن الإنسان هو الذي يخلق وحظه ولكن مع شروط معينة فما قاله ماركس هذه إحدى جمله هي الصحيحة نايل حزب العدالة والتنمية هذا المعدل من الانتخابات 49% من النسبة الانتخابية أول سبب أول ممهد لهذه النسبة العالية هو مواجهة الحكومة التي واجهت الإرهاب وحاولت وعاملت من أجل إنهائه فمثلا الخنادق التي حفرت في منطقة جزر بولاية شرق تركيا وكان هناك محاولة من أجل إثارة الفتن وإثارة الخوف داخل الشعب خصوصا في مناطق الشرق فكان مكافحة القوى الأمنية التركية بشكل رائع جدا هي لم تخلط بين الشعب العازل وبين المسلحين الذين كانوا يحاربون أو يهاجمون بالأحرى قوات الأمن الممهد الثاني هو الاستقرار فوجدنا نحن خلال الخمس الأشهر السابقة كيف سيكون الحكم في تركيا إن لم يكن استقرار كيف يكون الوضع في تركيا إن لم يكن استقرار في البلاد فبذلك قرر الناخب التركي مهد الطريق للاستقرار عن طريق هذه الانتخابات فأيضا هناك دور كبير لحزب العدالة والتنمية في هذا النجاح كان هناك لغة تغيير بعض المصطلحات في اللغة الموجهة للناخب التركي وأيضا الآن سأوجه سؤال لسيد رشد الغنوشي السيد رشد الغنوشي الذي يرأس حركة النهضة بعد الربيع العربي وكان هناك انتخابات وفاز حزب النهضة بالدرجة الأولى في الانتخابات ولكنه غير هو رأيه ومن ثم شارك الحكم مع الأحزاب الأخرى وشكل ائتلاف كان هناك تعليقات وكان هناك ردود أفعال على هذه الحركة اتهمت حركة النهضة بمساعدتها أو بفتحها المجال أمام الإرهاب أو الحركات الإرهابية أو التطرر لو اختصرت لنا الوقت ينتهي نريد من الشيخ أن يجيب على السؤال بشكل جيد وعاش الرئيس أردوغان نفس الاتهامات ومضى بنفس الطريق بمن يشبه سيد راشد الغنوشي بنفسه عبر التاريخ أو عبر اليوم بمن تشبه من القادة السياسيين نفسك أنا أشبه نفسي وكل واحد يشبه نفسه في الحقيقة لأنه ربنا خلق الناس كل واحد نمط ما فيش كوبي يعني ما فيش نسخة كل واحد يشبه نفسه هذا ميزة البشر أنه هو التفرد كل إنسان ربنا طبع شخصيته هناك شبه لا شك مع أشخاص كثيرين ولكن تبقى كل شخصية لها ميزتها الخاصة ونحن المسلمين ما أمورنا أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم رب بالنص القرآن قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والسبب أن الله أدبه أن الله هو الذي رباه وبالتالي إذا تشبهنا به لن نقع في الخطأ بينما إذا تشبهنا بغيره فغيره ليس كاملا وبالتالي سنقع في بعض أخطاء ذلك الذي تشبهنا به فنحن نستطيع أن نقول ينبغي أن نستفيد من الناس أن نستفيد من كل صاحب تجربة من كل صاحب تميزا نأخذ منه أن نأخذ من حديقته زهرة ولكن لا نأخذ كل الحديقة لأن الحديقة فيها ما هو جيد وفيها ما هو غيره وفيها ما هو غير جيد ربنا يقول إن في قصصهم لا عبرة لأولي الألبابة نعتبر أن نأخذ العبرة من كل حدث على كل حال أنا وهني والشعب التركي كله ربما تجيب على هذا السؤال أجبته لكن فقط أضيفه سؤالا وتكتمل السؤال كيف كان تأثير نتيجة الانتخابات التركية في خارج التركية خاصة في منطقة عربية هذا إذا كان الناس مختلفين نعم في العالم العربي وغيره أكيد فهم مختلفون وبالتالي فيتلقون الأحداث من واقعهم صحيح صحيح فالذين فأنصار الحركة الإسلامية وأنصار الربيع العربي وأنصار الديمقراطية تلقوا بابتهاج كبير نعم وأنا نفسي من زمان ما شعرت بفرحة مثل ما حصل يوم الأحد الماضي في الحقيقة وأتصور أنه ناساً آخرين بقدر ما أصابني أنا من فرح بقدر ما أصابهم من هم وغم وحزن لأنهم يرون أن في هذا دعماً للإسلاميين في العالم العربي وأنا أقول هو دعم للإسلاميين ولكن هو أكبر دعم للديمقراطية في العالم العربي وأنا ألحق على الديمقراطية على كل حال وأنا لا أجد مشكلة في استخدام هذا المصطلح والقرآن الكريم أصلاً استخدم مصطلحات ليست من اللغة العربية مصطلحات جاية من الأسماء يعني أسماء ملابس وأسماء مواقع هي فارئية من تنتمي إلى حضارات أخرى ولكنها كانت كانت استخدامها جارياً في المنطقة العربية في الجزيرة العربية وميلاً المهم أن هناك مشكل نجح فيه الغرب ونحن نجاحنا فيه لا يزال محدوداً وهو إذا كان الناس مختلفين خلق الله الناس مختلفين بالنص القرآني ولا يزالون مختلفين سيبقونا إلى الأبد مختلفين وكل واحد هو نمط متفرد لكن ربنا خلق الناس أيضاً خلق عندهم نزعة الاجتماع الإنسان مفطور على الاجتماع اجتماعي بطبعه كيف يمكن للمختلفين أن يجتمعوا كيف يمكن لهؤلاء المختلفين في اللون وفي اللسان وفي العقيدة كيف يمكن لهم أن ينشئوا مجتمعاً هو من الضروري لا يستطيع الإنسان كما يقول ابن خلدون والأخوة على كل حال استخدموا ابن خلدون يقول أن لا يستطيع الإنسان أن يستغني في معاشه ولا في أمنه عن غيره وبالتالي فنحن مفطورون على الاجتماع إذا كان ولا بد من الاجتماع ونحن مختلفين هنا سر كيف نستطيع أن أن ندير اختلافاتنا بطريقة حضارية أي بطريقة لا يلتأ لا ليس في عمف هذا هذه الديمقراطية هي فن إدارة الاختلاف بطريقة سلمية نحن منذ منذ سقطت الخلافة الراشدة وخلافاتنا تدار بالقوة الغرب اكتشف هذا السر كيف ندير اختلافاتنا بطريقة سلمية ولذلك نرى السلطة تنتقل بما فيها مفاتيح القنابل النووية يعطيها شخص إلى شخص آخر ويعود إلى بيته هذا مظهر حضاري نعم إذن نحن نحتاج إلى إتقاني أن نتعلم كيف ندير اختلافاتنا بطريقة حضارية كيف يمكن لتركيا أن يعيش فيها الأكراد وأن يعيش فيها الترك وأن يعيش فيها العرب وهم جميعا في دولة يحرصون على استمرارها وعلى ازدهارها هذا هو التحضر الذي يمكن لمسلم أن لا يكون متحضرا فيدير اختلافاته بالعمف مثل ما تفعل داعش وغيرها ويمكن للمسلمين أن يكون متحضرا أن يدير اختلافاته كما أدارها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عندما صنع الصحيفة الدستور حيث أدار مجتمعا متعددا فيه قبائل يهودية ومشركة وأنصار ومهاجرين أعطانا نواة لمجتمع متحضر ولكن لم نستطع أن نستمر ومش بشكل مطلق لأنه في تاريخنا أيضا حضارة في بغداد وفي اسطنبول وفي تونس وفي الشيراز كانت هناك كل الديانات كانت متعايشة كما ذكر الأساتذة وتاريخنا لم يعرف الاضطهاد الديني المشكلة السياسية هي التي فقط لم نحسن إدارتها أما المشكلة الديني والحضاري ما كان لدينا مشكلة ديني في التاريخ الإسلامي الغرب كانوا يتقاتلون أربعين وخمسين ومئات سنة بروتستانت وكاتوليك وارثودوكس بينما نحن لم نتقاتل عن الدين الخشي الآن في العصر هذا أن يكون عندنا صراع شيعي سني علوي إلى آخره أو قومي تركي كردي هذا هو الذي لا لا ينبغي أن يكون إذا أردنا أن نكون متحضرين مع ترجمة ذلك كيف ندير اختلافاتنا بطريقة سلمية هل نعتبر هذه رسالة تكوية الأخيرة أو هل لديك رسالة أخرى إن كان لديك رسالة أخرى لمجتمعات العربية للمشاهد العربي بالسواني إن كان لديك رسالة يعني أعتبر أنه هي رسالة التسامح العفو قيمة العفو في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحا وانتصر على خصومه الذين حاربوه ثلاثة وعشرين سنة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وأصدر عفوا عاما واستطاع أن يضم كل العربي كل الذين حاربوه أبو سفيان والمرأة التي أكلت كبد عمه هي نفسها ضمها إليه وبالتالي حمل ضم العرب كلهم وفتح بهم العالم نحن الآن محتاجون إلى عقلية التسامح عقلية العفو وليس إلى عقلية الثأر العراق الآن ممزق بسبب قانون اسمه قانون اجتثاث البعث دفع عددا من البعثين إلى أن يكونوا مع داعش في ليبيا أيضا قانون العزل السياسي مزق ليبيا نحن في تونس كدنا نقع في قانون مشابه هو قانون تسمى تحصين الثورة ولكننا أسقطناه وفتح المجال أمام التونسيين بالتالي أن تنجح أن يصنعوا استثناء يقوموا على أساس العفو وليس الانتقام وصلاة أسألتكم أستاذ أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين لكل بداية النهاية اليوم أيضا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نحن نقشنا في هذه الحلقة مع الفلاسفة والمفكرين بالتفصيل مستقبل العالم الإسلامي في هذه الحلقة كان معنا أستاذ راشد الغنوشي مفكر إسلامي ورئيس حركة النهضة كنت معنا أستاذ أهلا وسهلا أهلا بكم وأستاذ تأمان دورالو مفكر إسلامي وأستاذ الفلسفة في جامية جامعة استمول كنت معنا أهلا وسهلا وكان أستاذ يوسف قبلان رئيس مركز الدراسات حضارية في جامعة صباح الدينزعيم كنت معنا أهلا وسهلا أزام البيراك كاتبة صحفية في جرية يانشفاك كنت معنا أهلا وسهلا في الحالة أن أتسمح الأساتذة أخذت أكثر من وقتهم وهم تسامحوا معي جزاهم الله خيرا بارك الله فيكم شكرا لكم عزيزي المشاهدين لم يبقى إلا أن أودعكم من جديد على أمل أن نلتقي بكم في أسبوع المقبل في أمان الله اشتركوا في القناة